استقبلت معالي دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية في مقر الوزارة بالقاهرة سعادت عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة يرافقه محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة وثمنت معالي الوزيرة جهود إمارة الشارقة ودورها الريادي في دعم الأدباء العرب بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤكدة أن الدورة الثقافية الكبير الذي تقوم به إمارة الشارقة يعكس مدى الاهتمام الخاص الذي يوليه سمو بنشر الثقافة بوصفها لغة حضارية وجمالية وإنسانية تمد جسور التواصل بين شعوب العالم من جانبي أشاد سعادة عبدالله العويس بالجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة المصرية في إنجاح الفعاليات الثقافية التي تنظمها الدائرة في مصر مشيرا إلى متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تكريم المثقفين والفنانين والأدباء وخاصة في بلدانهم ده يعني مبادرة جديدة الحقيقة قد إيه بتسعد المثقفين ككل بشكل عام لأن احتفالهم داخل البلد في وسط أهليهم ده شيء عظيم جدا جدا إحنا تعودنا الحقيقة أن الدكتور قاسمي الحقيقة راعي للثقافة والمثقفين دي بتعمل دعم بشكل كبير جدا بتعمل تحفيز كبير جدا الحقيقة بيبقى فيه هدف سنوي للكتاب والمثقفين والأدباء للحصول على هذا التكريم لأن قد إيه بيسعدهم طبعا وإحنا طبعا بيسعدنا المشاركة في هذه المبادرة العظيمة وأننا تواجدوا عشان كده يمكن طرحنا أكتر من مبادرة اليوم ونتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة أنها تتحقق